موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الأسبوعية والتي نخصصها كالعادة للوقوف على حصاد الأسبوع سنحاول في هذا الأسبوع تسليط الضوء على أحداث نيجيريا التي تفجرت ونحلل هناك أسباب هذا العنف الذي اندلع وأدى إلى مقتل وسقوط عشرات الضحايا ثم نذهب إلى جولة ميتشيل والملف الفلسطيني أيضا خصوصا بعد تصعيد حركة فتح ثم نسلط الضوء أيضا على اليمن وإذا كان ثمة وقت قد نقف أيضا على كردستان وإيران سيصحبنا في هذه الجولة الدكتور عزام التميمي رئيس محادي الفكر السياسي الإسلامي وكذلك عرفان نظام الدين الكاتب والصحفي أهلا بكم لو بدأت دكتور عزام من عندك وأبدأ من أحداث نيجيريا في الحقيقة ليس ثمة معلومات كثيرة حول هذا الملف هذا الملف تفجر بشكل مفاجئ جدا حتى أنني حاولت الاطلاع حتى على طبيعة الحركة التي نشأت هناك لكن يبدو أنه بالفعل هناك معلومات شحيحة في هذا الموضوع ماذا يحدث في نيجيريا كيف بدأت المشكلة حتى وصلت وتفجرت إلى هذا الحد آخر لم تتحدث عن مقتل ستمائة شخص بسم الله الرحمن الرحيم لإن كان ما حدث في نيجيريا ربما غير معروف للمراقبين من الخارج وكان ذكرت وتفضلت تفاصيله شحيحة جدا إلا أنه لأهل نيجيريا أصبح أمرا معتادا نيجيريا تشهد توترات دينية وعرقية وطائفية منذ تقريبا وسط السبعينيات نتكلم عن تقريبا 30 إلى 40 عام من التوتر ولا يمكن أن نأخذ هذه المظاهر بشكل منفصل على أن كل واحدة منها ذات طابع خاص وإنما هناك أمر مشترك له علاقة ببنية الدولة النيجيرية هذه الدولة إذا قرأت عنها في المعاجم أول ما يصدمك أنها دولة مصطنعة صنعها الاستعمار بعد أن أخلى المناطق التي كان يحتلها وخاصة الاستعمار الإنجليزي حيث جمع تجمعات سكانية وجغرافية معا ليشكل كيانا جديدا كيان يفتقد إلى التجانس إلى أدنى درجات التجانس التنوع القبلي التنوع العرقي التنوع الديني التباين في مستويات المعيشة التباين بين الشبالي والجنوب من حيث الثراء كون نصف السكان تقريبا من المسلمين ونصف الآخر من النصارى ونسبة قليلة من الوثنيين والأديان الأخرى هذا يؤدي لأن هناك تطلعات متباينة وطموحات مختلفة لدى مكونات هذا الجسم الغريب الذي كان ناجما عن العهد الاستعماري طيب يعني أستاذ عرفان من زاويتك كيف نظرت لهذه القضية طيب نحن يجب أن لا ننظر إلى أي قضية في العالم العربي والإسلامي من خلال الأحداث العانية يجب أن نعود كما ذكر الدكتور إلى الماضي إلى الأسباب بكل أسف هناك قاسم مشترك بين كل ما يجري في العالم العربي ونجد أحداث السومال في اليمن في العراق في كل مكان هي أحداث الحقيقة هي مبنية على أسس تمحورت وتركدست خلال الأيام وأصبحت ونصلنا إلى حالة هذا القتل وهذه الأحداث الدمية يعني هذه الأمور يعني يبدو أن هناك كانت تراكمات سابقة أولا موضوع الأخوان هذول اللي قاموا في الحركة بوكو حرام أو التعليم حرام هم قاموا أن التعليم الغربي والمدارس الذي موجود في كل العالم العربي والإسلامي هي حرام ويجذب كثير من الشباب أن يأتوا وراءه وزوجته أيضا لعبت دور في جلب كثير من النساء وأن التعليم هذا حرام يجب تعليم الشريع الإسلامي لكن أنا إذا أريد أن أحلل ما يجري في نيجيريا اليوم أولا كما يجري هناك قاسم مشترك بين كل ما يجري أولا هناك عملية الفساد سرقة أموال الشعب يعني نيجيريا بلد غني جدا وثروة نفطية هائلة سرقت من نهبت من خبار الحكام المتوالين على النهب أيضا هناك كما ذكر أخي الدكتور عزام على موضوع التعددية هناك هجمة استعمارية وهجمة على نيجيريا وعلى أفريقيا كلها وصهيونية نفوس صهيوني في كل دول أفريقية اليوم يأخذوا بكل أسف الدور مثل الإسلام والعرب وأيضا هناك عمليات تنصير ودخلت أيضا عمليات في النهاية إيران دخلت أيضا في عمليات تشييع في نيجيريا وفي أفريقيا ولكن في عملية ما جرى أخيرا هو دخول عملية أنا لا أعتقد أن القاعدة مباشرة لها علاقة لكن فكر القاعدة وإسلوب القاعدة يجوز أن ندخل ونعرف نيجيريا نيجير ومالي دول الجوار فيها هذه الفئات التي هي الموالية لطبيعة المنطقة المسوحة لطبيعة المنطقة لكن قامت ما بني على باطل فهو باطل كل ما بني في العالم العربي والإسلامي على أسس باطل لا في حقوق الإنسان لا في حرية وأهم شيء عندما يأتي تأتي فئات وتقول تعليم حرام أو كذا البديل تقول تطبيق الشريعة لكن ما في توعية إسلامية ولا اللغة العربية طبعا تطبق الشريعة في دول في ولايات الشمال من نيجيريا الاثنى عشر لكن في النهاية ليس هناك توعية إسلامية صحيحة في الإسلام دين السماحة ودين العلم بعدين العربية تقريبا كان في الماضي كان تعلم العربية في نيجيريا وكل أفريقيا عبر الكتتيب وغير الكتتيب اليوم معظم الشعب لا يعرف العربية وكيف يفهم القرآن الكريم لذلك بنى هذا الإنسان محمد يوسف هذه التركيبة ولقها من لكن القتل لا يحل المشكلة طيب هنا الدكتور عزام عندما تطالب جمعية مثل جمعية نصر الإسلام وهي توصى بأنها كبرى منظمات الإسلامية في نيجيريا تطالب من كل المسلمين إدانة هذه الأنشطة الإجرامية وتقديم أكبر دعم ممكن لقوات الأمن في داخل المجتمع المسلم في المنطقة الشمالية في الاثنى عشر ولاية التي يتطبق الشريعة الإسلامية هل يعني هناك بمعنى أنه هل ينظر لهذه الحركة حركة بوكو حرام أو التعليم الغربي حرام ومحمد يوسف ينظر له فعلا بأنه يمثل نموذج طالبان على الأقل هذا ما يسوق له الإعلام هل هذه الصورة دقيقة؟ طبعا الصورة التي رسمها الإعلام أن هذه الجماعة هي طالبان لأنهم طلبة أيضا كثير منهم تركوا الدراسة ولتحقوا بمؤسس الجماعة محمد يوسف لكن أنا أنصح كل من يهتم بالموضوع النيجيري ألا يتسرع في الحظم على هؤلاء الناس والسبب أن مصدر المعلومات كان مصدر وحيد تقريبا هو الدولة وسائل الإعلام تستقي من الدولة وسائل الإعلام الغربية في العادة منحازة ضد كل ما له علاقة من قريب أو من بعيد بالمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية ومعروف أن الشريعة الإسلامية قصتها قصة طويلة في نيجيريا المسلمون منذ أمد بعيد بمختلف أنواع الحراك سواء السلمي أو العنيف أرادوا أن يطبقوا الشريعة الإسلامية فهذه الجماعة تتهم الآن بمختلف التهم ولكننا رأينا الحكومة تفتك بهم فتكا بشعا جدا لدرجة أن محمد يوسف قتل بعد أن ألقي القبض عليه ومنظمة حقوق إنسان في نيجيريا الآن تقول بأن كثير من القتلى مضربون بالرصاص من ظهورهم الذي لفت نظري بناء طبقا للمعلومات المتاحة وكما ذكرت هي معلومات شحيحة جدا لا ندري مدى صحاتها يبدو أن محمد يوسف إذا صحت هذه المعلومات أراد أن يكرر تجربة عثمان بن فودي عثمان بن فودي أحد المجددين المشهورين والمعروفين في القرن الثامن عشر بعد أن رفضت دعوته السلمية في نفس المنطقة على فكرة في منطقة كانوا وما حولها واتهدت جماعته ألجأ إلى الهجرة فقام بالهجرة واستبدل الجهاد باللسان بما سماه الجهاد بالسيف وعاد وقاتل الذين أخرجوه أو تسببوا في إخراجه واستولى على مقاليد الأمور وأقام خلافة سميت بخلافة سوكوتو واستمرت تقريباً مئة عام إلى أن أسقطها الإنجليز الاستعمار الإنجليزي فلعل هذه الجماعة متأثرة بهذه التجربة وبهذه الفكرة وأرادت تكرارها لأن الذي ربما غاب عن بالهم أن الدولة الحديثة هذه الدولة مجهزة بكافة وسائل البطش وهذه الدولة الحديثة وخاصة في نيجيريا وما شبهها من دول في العالم الثالث مدعومة من قبل النظام الدولي والنظام الدولي غير مستعد أن يدافع عن فئات تريد أن تغير من المنظومة السياسية والجغرافية أو الجيوسياسية كما تسمى أو يلعب في توزنات توزنات سياسية الموجودة فذبحوا وضربوا ولم تذرف عليهم دمعة وهو ربما أستاذ عرفان بالفعل ما يأخذنا إلى الحديث أنه كيف سيكون عليه إذن واقع ومستقبل هذا البلد نيجيريا بكل أسف مثل أي بلد عربي وإسلامي معرض لمؤامر التقسيم والتفتيت ربما الآن هناك مصلحة بأن يبقى بهكذا لكن الأحداث وأحداث الخطف والعمليات والصراعات الطائفية والمذهبية الموجودة في نيجيريا خطيرة جدا وفي قبلية وعرقية كثيرة يعني هم قبائل كثيرة ومتناحرة عبر التاريخ يمكن من أربعين سنة وأكتر كمع من خمسين سنة لذلك لا أعتقد أبدا أن الحل الأمني لا في نيجيريا ولا غير في نيجيريا يمكن أن يحل مشكلة الحل الأمني يمكن أن يكون أبرة مخدر أو ممكن يقال أنه نصر زائف أما الحل يبدأ في عملية من الصفر يبدأ عودة إلى مبادئ الدين الحنيف الحقيقة والتسامح والحوار والمبادئ الحرية وحقوق الإنسان أن يعطى الشعب حرية وأيضا يجب النظر في مناهج التعليم يجب النظر في عملية التوعية عملية تدريس اللغة العربية لكي يستوعب الناس العاديين يعني عدم مؤاخذة في بلادنا العربية في كثير من العرب لا يفقهم بالقرآن شيئا أو ربما لا يعرفون كيف يقرأوا القرآن أو حتى يفهموا معانيه يعني فيه نقص في الوعي فيه نقص بالتوعية حتى لا تتكرر هذه أنا برأي كما ذكر تجربة سابقة وهذه التجربة وقد تقوم تجربة ولا أنا في السومال تجربة الشباب الإسلامي وقبله المحاكم الإسلامية وقبله وستخرج فئات كثيرة باسم الإسلام لكن الحل الحل إعلامي فكري ديني تعليمي تربوي عائلي لهم الأسرة متحللة في كل مكان لذلك ربما نجعوا في قتل أنصار محمد يوسف وقضوا فتكوا فيهم وقتلوا أيضا الآن وقتلوا بطريقة لا إنسانية أو يعني لا أعرف إذا كان في مقاومة حتى هذه المعلومات غير صحية الأعلام الغربي والأعلام غير ولكن ستخرج بئات أخرى من هذا الفريق أو ذاك الفريق وربما يعني أعتقد من خلال التجربة مع العمليات المشابهة في العالم العربي والإسلامي وفي العالم ربما تخرج في المستقبل وربما بالقريب عمليات انتقامية أعنف وأشرس داخل نجيريا وخارجها ردا على ما جرى لا شك أنه هرب مئات وربما ينتقموا وهذا أيضا يعني معناته أنه يعني تقديس عملية الأزمة وتصعيد في المواجهة ويدفع التمن بالنهاية البلد والشعب وحتى الدين الإسلامي بكل أسف يعني يتعرض بهذه الهجمة من الخارج ومن الداخل طبعا رغم تأكيد الرئيس نجيري عمر موسى دكتور عزامي لأن الصراع ليس دينيا كيف تنظر أنت إلى مستقبل هذا الصراع وإلى أين سينتهي وما هو المخرج ما هو الحل لا شك أن الدين يلعب لعبة أو له دور أساسي في ما يجري في نيجيريا بالرغم من أن المسلمين يكادون يكونون أكثر من 50% من السكان لأن مقاريد الأمور بياد المسيحيين منذ أن جلأ الاستعمار الجيش والأمن والرئاسة وكل شيء يعني ممكن يكون الرئيس من حين لآخر مسلم ولكن في الحقيقة الذي يحكم هم النصارى ليس هذا فقط على اعتبار أنه هم من يحتفظون بمناطق البترول طبعا هم لديهم الأموال في المناطق الجنوبية في عدة مرات يحاول مسلم أن يرشح نفسه للرئاسة وتقف الكنائس النيجيرية في وجهه وتفرض عليه الانسحاب المسلمون يشعرون بالغبن يشعرون بالظلم في نيجيريا أولا من حيث تقسيم الثروة من حيث أنهم لا يتمتعون بحرية أن يحكموا أنفسهم بما يعتقدونه من حاكمية الشريعة الإسلامية يعني ما المانع في أن تكون المناطق المسلمة فيها نوع من الحكم الذاتي ما المانع في أن تكون هناك نوع من الفيدرالية نجد نحن مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية القوانين تختلف من ولاية إلى ولاية هناك ولايات تقرر حكم الإعدام ولايات ترفض حكم الإعدام المشكلة في دول العالم الثالث ومنها نيجيريا أن العملية الديمقراطية لا يسمح لها أن تنضج لتكتمل بمعنى أن اختيار الناس ضمن خيارات ضيقة جدا ليس من حقك أن تختار كما تريد وإلا لأمكن حل كثير من التوترات من خلال الممارسة السياسية على الرغم يا دكتور عزام أنه في نيجيريا الآن 12 ولاية تطبق الشريعة إذن يبدو أن المسلمين يعني على الأقل يتمتعون بشبه حكم ذاتي عندما يكون هناك تطبيق شريعة في 12 ولاية هذا التطبيق للشريعة الإسلامية بحدوده الدنيا لم يأتي أيضا بشكل سلمي جاء عبر مذابح حصلت خلال الأربعين عاما الماضية يعني لو لأن المسلمين في بعض المناطق طالبوا واستخدموا في بعض الأوقات القوة لما ربما حدثت ذلك هذه التجربة التي شهدناها في الأيام الأخيرة أخشى أن تفتح شهية الدولة في نيجيريا ومن يوافق السياسيين في نيجيريا على التراجع عما تمكن المسلمون من تحقيقه من خلال النضال السلمي أو غير ذلك من أوجه النضال وهذا سيؤدي بنا إلى الانتقال كما تذكر الأستاذ عرفان محقا إلى حالة من اللجوء إلى عنف غير مسبوق هذا السؤال هل تتوقع دخول خط القاعدة هناك؟ الذين يعتقدون بفكر القاعدة طبعا أنا لا أؤمن بأن القاعدة لها تنظيم عالمي وإنما الذين ينتسبون إلى نفس المنظومة سيجدون في هذا الوضع فرصة ذهبية الآن الناس هؤلاء سيبكون دما على هؤلاء الضحايا وسيقولون ألم نقل لكم أن هؤلاء الناس لا يجدي معهم إلا البطش خاصة إذا صحت المعلومة أن السبب في تفجر هذه الأوضاع هو أن الحكومة ذهبت لاعتقال مجموعة من الناس لم يكن هناك أي عنف اعتقلوا مجموعة من الناس فأرادت هذه الجماعة جماعة محمد يوسف أن يطلق صراحهم رفضوا أن يطلقوا صراحهم هاجموا مخفر للشرطة بدأت المناوشات بمعنى آخر أن من يؤمن بهذا الفكر سيعتبر أن الحكومة في نايجيريا مسؤولة عن تفجير الوضع وأن مثل هذه الحكومة لا يمكن أن يجدي معها إلا عنف كالعنف الذي يؤمنون به ويبدو أنها اختارت أو حسمت المسألة بالقوة وكما قلتم ربما يكون أو في الأسبوع القادمة قد تشهد نتائج فعلا عكسية في هذا البلد الذي لا يريد أن يهدى على الأقل أستاذ عرفان ملف آخر كان ساخنا هذا الأسبوع وهو جولة ميتشل في الحقيقة جولة ميتشل فتحت أكثر ملف فتحت ملف العلاقات السورية الأمريكية خصوصا أنه عقب زيارة ميتشل إلى سوريا مباشرة أعلن عن رفع عقوبات تدريجية أو جزئية عن سوريا هذا ملف الملف ربما الأبرز هو ملف السلام في المنطقة المبعوث الأمريكي تزامن مع أكثر من وفد أمريكا ومبعوث أمريكي يعني كانوا هم إن صح التعبير وفود أمريكية للمنطقة ماذا يقف وراء هذا التحرك الأمريكي؟ هل من رؤية أمريكية جديدة تطبخ في المنطقة؟ يعني أولا حسب المعلن وحسب الوعود التي أعطيت لبعض القادة العرب هو أن الرئيس الجديد الشاب أوباما بارك أوباما يريد أن يقوم بعمل ما لإعلان مبادرة خلال أشهر مقبلة للسلام في الشرق الأوسط هذا المبدأ اللقاء لكن بكل أسف إسرائيل كعادتها عملت على تقزيم المبادرة أو أي مبادرة قبل أن تبدأ وحولت القضية من قضية سلام وقضية حقوق شعب وقضية انسحاب من الأراضي العربية المحتلة إلى قضية تجميد المستوطنات صار كل الحوار اليوم نحن نجمد المستوطنات أو هم جمدة بالقدس أو غير بالقدس فقزمت يعني المطلوب السلام من العرب مقابل تجميد مستوطنات مطلوب تطبيع العلاقات العربية مقابل تجميد يعني أنت تعطيهم للإسرائيليين كل شيء وأكثر شيء التطبيع يعني الإسرائيليين طول أمرهم يحاولوا حتى إذا وجدوا عربية يقتربوا منه لمصافحته عملية اللص دائما يبحث عن الشرعية يبحث عن البراءة لذلك عندما تطبيع أنت علاقاتك معهم ماذا يريدون بعد ذلك انتهى العملية عدم مؤاخذة بعطيمة البنت إذا تسلم نفسها لشخص خلص بعد ذلك ما يجري لها هي مسؤولة عنها أما لحنا يعني وبكارتنا بكل أسف فضت مئات المرات العربية خلينا نحكي ما عليش نغير شوي الريتم طبع الحديث لكن قزمت الموضوع وبنفس الوقت بدأت الحملة على أوباما داخل الولايات المتحدة يعني ميتشيل مع احترامي هو إنسان كتوم وهو يعني شخص في عنده اتزان ونجح في مهمات أخرى لكن اليوم عليه حرب أولا يقال أنه سيترك المهمة بعد بآخر السنة يعني حيجي شخص تاني وابحث عن الحقائق دائما بكل أسف يجونا الزعماء والشخصيات الأجنبية لتقصي الحقائق في المنطقة كأننا قضية فلسطين غير معروفة وغير معروف شو بنودها وشو أسبابها وشو وجود إسرائيل واحتلال إسرائيل وظلم الملاحق والشعب الفلسطيني لا بدأت قصوا حقائق كل واحد يجيب أقول لك أبحث عن الحقيقة ما عليش لكن ميتشيل اليوم عليه حملة كبيرة إنه هذا أصله عربي جزوره لبنانية وإنه منحاز وداخل إدارة أوباما هناك فريقين والفريقين يهود يعني في منهم فريق صهيوني متصاهي مئة من مئة وفريق إلى حد ما يدعي الاعتدال في حرب بيناتهم في هجوم على كثير من مساعدين أوباما اليهود الأمريكيين من بينات الرئيس موظفي البيت الأبيض ودينيس روس وغيره في بعض مرافقي ميتشيل إنه هجوم عليهم من قبل الإيباك واليمين اليهود اليمين الصهيوني بالولايات المتحدة حملة كبيرة لا يستطيعون مهاجمة أوباما مباشرة لأن أوباما يتمتع بشعبية اليوم انخفضت شعبيته لكن لا زال يتمتع بشعبية إذا هاجموا ربما يعني يفشلوا في هذه المهمة يهاجموا يضربوا من تحت يعني يضربوا كل أركان نظامه يعني حتى نصل نتيجة كأنك تريد أن تقول سيد عرفان أنه حتى في داخل إدارة الملكية لم يحسم هذه الرؤية لم تحسم الرئيس حاسم أمره ومزير الخارجية كلينتون يعني هي متعاطفة مع إسرائيل لكن أيضا تتخذ موقف أنه يعني مسايرة يجب أن نجد حلا لكن أنا برأيي أن العرب عليهم مهمات كثيرة أولا يجب أن يرفضوا أي مبادرة لا تتضمن جدولا زمنيا زمنيا وبرنامج وأجندة يعني جدول أعمال بنود تنفذ خلال ستة أشهر لأنه لنا في مدريد تجربة فاشلة جدا بأنه ذهبنا إلى مدريد متفائلين وبعد ذلك قال شمير كلمته الشهيرة أنه أنا سأماطل عشر سنوات وبعد عشر سنوات كما نقول مثل يابيموت الأحمر يابيموت صاحبه يابيموت فهذه الحقيقة إسرائيل حتى شارون عندما أعطي خريطة طريق قال نعم ولكن ولكن أربط عشر بند شروط تنسف كل العملية واليوم الإسرائيل تنسف لا للقدس بدون القدس لا يمكن أن يقبل أي عربي أو مسلم أن يقبل المستوطنات تبقى لا عودة للفلسطينيين وبعدين طبعا المياه بدون يسرقوا المياه طيب أي حي أي سلام 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 على السلام دكتور عزام كيف قرأت جولة ميتشيل هذه والرؤية الأمريكية التي تطبخ إن صح التعبير في الخلفية لفت نظري أمس مقال نشرة في صحيفة الجارديون للكاتب شيما سميل والحقيقة هذا المقال كان عميقا ورائعا في توصيفه للحالة الحالة التي نحن بصددها اليوم هي أزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة حول قضية هامشية أصبحت هي أم القضايا بحيث أبعد كل الاهتمام عن القضايا الأساسية كما تفضل أستاذ عرفاني لا القدس ولا اللاجئين ولا المستوطنات الخلاف هو على تجميد الاستيطان نجمد الاستيطان أم نجمد الاستيطان ويذكر شيماس في مقاله بأن نتنياهو وصم اثنين من كبار مستشاري أوباما اليهود بأنهما يهوديان كارهان للذات فتصور أنت كيف صار الحرب حرب شريسة حرب عنيفة محصلتها ابتزاز هي ابتزاز لإدارة الأمريكية وبالنهاية الإدارة الأمريكية تريد أن تكسب هذه المعركة ولو كسبتها ماذا يعني الأمر بالنسبة لنا لا شيء على الإطلاق لأن تجميد الاستيطان بحد ذاته مقابل أن تنتزع الإدارة الأمريكية من العرب تطبيعا مع الكائن السهيوني هو هزيمة فاتحة وهائلة وفي حوالي 108 أعضاء في الكونغرس الأمريكي وقعوا على عريضة يطالبون العرب مقابل تجميد الاستيطان بالتطبيع التام والشامل مع الإسرائيليين تزاما هذا أيضا مع حديث عن حركة فتاح ومؤتمر حركة فتاح أستاذ عرفان طبعا سبق الحديث عن مؤتمر حركة فتاح مع بيان أبو اللطف فاروق قدومي وهو بيان فجر أو تصريح فجر الأحداث لكن على الأقل هذا الأسبوع شهدنا من جديد عودة هذا الخلاف الساخن بين فتح وحماس حماس منعت أن يذهب أعضاء حركة فتح للمشاركة في هذا المؤتمر على شرط أن يتم الإفراج عن معتقلية في الضفة أمس كان حتى حديث أمس كان هناك تصريح من مسؤول في فتح لم تذكره الوكلات بأنه سوف يكون الرد قاسي وقاسي جدا باعتقال عشرات من بما فيهم النواب نواب حركة حباس كيف تقرأ هذا البلاد؟ والله أقرأه بحزن وأسى وأسف وألم وكل ما يمكن وأججب وأستنكر وكل ما يمكن أن أقول في هذا الكلام شيء بالفعل يدمي القلب والله اليوم نحن عم نحكي عن سلام طيب أي سلام إذا الفلسطينيين ما اتفق أي حكومة أو أي أجهزة أو أي أمن أو أي شيء ونحن تحت الاحتلال والحصار والضرب الإسرائيلي والتدمير والقتل والإرهاب والتهويد حتى أسماء الشوارع تخيل في فلسطين غيره أسماء الشوارع في العبرية من العربية كيف يمكن نتحدث عن معتقل فلسطيني في داخل السجن فلسطيني كيف يمكن أن نسمح بمنع أو من هذا الطرف أو ذاك شيء مؤسف وشيء أنظر لأنه إذا بقي هذا الأمر إسرائيل هي المستفيدة ما هو المخرج المخرج أن يجلسوا أخوان جلسوا أكثر من سبع ملات هذا حوار يعني حوار طرشان لا يمكن النتيجة والله أن يصلوا إلى نتيجة يجب أن يصلوا إلى نتيجة إلى نوع من الوحدة الوطنية أن يضعوا برنامج عمل متفق عليه يعني نوع من قسم الشرف بالدين وبالأخلاق وبالعروبي وبالفلسطين وإلا ضاعت القضية بصراحة لا ميتشيل ولا أماما ولا أبو أبو ولا أحد يستطيع أن يفعل شيء حتى لو فرضنا ناتنياهو قبل ولن يقبل لو فرضنا إسرائيل كيف يمكن أن تعمل يعني في هذا الجو بدأنا بضرب وقتل وسحل وأمور أخرى واليوم بدأنا بالسجن والله أنا بالسجن ولا أنت إذا تسجن واحد أنا بالسجن عشرة محل هذا الكلام والله لا يمكن الحل أنه يجب أن التضحية يجب أن يكون فيه نوع من الاتفاق على حكومة حيادية تقوم بعملية مواجهة المؤامرة الكبرى على القضية الفلسطينية أنا برأيي وصلت إلى النقطة النهائية إذا لم يتفق الفلسطينيون اليوم على هذا الحل وأن يكون هناك نوع من برنامج عمل يا سيدي عندما اختلفوا على جلد الدب قبل صيده إذا لم يتفقوا على من يريد أن يحكم يحكم يا أخي حرروا الوطن وحكم من يحكم سأخذ منك وجهة نظرك دكتور عزام في هذا الملف ومستقبل حركة فتح وهي تستعد للمؤتمر مؤتمر يا السادس وأين سيذهب هذا الخلاف بين فتح وحماس ولكن بعد فاصل إخباري قصير ثم نعود إليكم مشاهدينا فابقوا معكم الحوار أبعاد لا تنتهي أعلم بكم مشاهدينا من جديد في حصادنا الأسبوعي وللتذكير ضيوفنا هم الكاتب والصحفي عرفان نظام الدين والدكتور عزام التميمي رئيس محد الفكر السياسي الإسلامي دكتور عزام كيف قرأت تطورات الملف الفلسطيني الداخلي طبعا الملف الفلسطيني في أسوأ حالاته والحالة كما ذكر الأستاذ عرفان تدمي القلب لأن هذه الحالة إذا رجعنا إلى السبب الحقيقي فيها ليس سببها الاختلاف على مناصب أو على قسمة سببها هو التدخل الخارجي بالدرجة الأولى نحن شهدنا في الأسبوع الماضي أن منظمة البريطانية اللي أسمها مينل إيست مونيتر أصدرت تقريرا تحدث عن الدور الأمريكي البريطاني المشترك في العمل الأمني في الضفة الغربية الذي يتسبب في هذه الاعتقالات أعود إلى المقال الذي نشره شيمس بالأمس في الجارديان ذكر فيه أمور ثقائية الخطورة يقول أن جون كاري وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في كونغرس ومن أهم منظر سياسة الحزب الديمقراطي حاليا وقريب من الإدارة الجديدة في خطابه الذي ألقاه الشهر الماضي في إيباك ذكر أشياء كثيرة لكن من أهم ما ذكره عبارتان العبارة الأولى قال إن حركة حماس فازت في الانتخابات مرة وينبغي ألا نسمح لها بأن تفوز تارة أخرى العبارة الثانية قال إن الاختبار الحقيقي لحركة فتح هو اجتثاث المعارضة لعملية السلام في الضفة الغربية يعني بمعنى آخر أن هذه الاعتقالات التي تحصل في الضفة الغربية وردود الفعل التي تحصل من حركة حماس وهذا الانقسام الذي حصل ما بعد الحسم العسكري الذي قامت به حركة حماس في شهر جون أو يونيو من عام 2007 سببه هذا الضلوع الخارجي في فرد حالة أو خيار على الشعب الفلسطيني رغم أن فيه ديت فشل في غزة فالآن ويمارس أو يريد أن ينجح وتقريبا نجح إلى حد بعيد في الضفة الغربية يعني هذه هي المأساة ما لم يحصل وعي لأسباب هذا الخلاف لا يمكن أن نتغلب عليه لأن القضية ليس قضية كعكة والناس يتصارعون في التقاسم عليها وإنما المشكلة في أن الذين يمولون السلطة الفلسطينية والذين يدربون جنودها والذين يحافظون على بقائها لهم شروط ويريدون فرضها وعلى فكرة كل أود أن أشير إلى أن هؤلاء المبعوثين الذين يأتون من أمريكا ومن أوروبا والذين يتصلون بحماس بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر كلهم يريدون شيئا واحدا أن ترضخ حماس لشروط الرباعية إن لم ترضخ بالحصار فإنها ترضخ بالعدوان ترضخ بالحرب الأهلية ترضخ بالمعاناة ترضخ بالابتزاز وحتى هناك من يظن أنها يمكن أن ترضخ بأن نقدم لها جوائز معينة هذا هو الإشكال البوصلة تاهت ما هي قضيتنا دكتور عزام ما شرت إلى شروط اللجنة الرباعية هذا الأسبوع كان هناك تقرير لافت النظر حقيقة للجنة الخارجية في مجلس العموم بريطاني الذي دعا الحكومة البريطانية إلى ضرورة فتح الحوار مع حركة حماس كيف قرأت هذا التحول إن صحة التعبير وهل تتوقع بالفعل أن يفتح حوار قريب بين حكومة براون وحركة حماس وماذا على حماس في المقابل أن تقدم من خطوات تجاه هذا الخطاب دعنا نقول المارين إن صحة التعبير من مجلس العموم والحقيقة أن هذه الدعوة ليست جديدة وهم في اللجنة قالوا بأنهم قدموا هذه الدعوة مسبقا بعد أن فازت حماس في الانتخابات هم جددوا هذه الدعوة لسبب والسبب أن هناك مأزق الجميع فيه مأزق الأوروبيون الأمريكان الإسرائيليون الفلسطينيون بكافة أطيافهم فهناك من يجتهد ويقول ومن بعض الأمريكان نجلس على طاولة واحدة ونتفاهم مع حركة حماس مش نتفاهم بمعنى أنه نعطيها ما تريد ولكن قالوا الشروط المسبقة لم توصلنا إلى نتيجة لماذا لا نجلس معهم ونسألهم طيب ما هو تصوركم للخروج من هذه المأزق النضال الآن في بعض الدوائر الغربية هو بأن تفتح قنوات للتفاهم مع حماس بدون شروط ولكن الرأي السائد الآن الذي تقوده الإدارة الأمريكية حتى الآن ويستسير حولها من خلفها الحكومات الأوروبية أن الشروط الرباعية ملزمة وأنه لا يمكن أن نتحدث مع حماس إلا إذا وافقت عليها طبعا وهو ربما يفهم بأن في الخلفية موجودة إسرائيل هي التي تدفع أو تصر على هذا الشروط هي شروط الرباعية أصلا شروط إسرائيلية للدرجة الأولى أستاذ عرفان هل تتوقع بالفعل أن تفتح بريطانيا حوارا قريبا مع حماس أكيد بريطانيا فتحت حوار من قبل مع حزب الله في لبنان وأعتقد أنه فتحت في الواقع عدة مرات عن طريق مؤسسات إنسانية أو مؤسسات أو بعض السياسيين هناك مراقبون يتحدثوا عن لقات سرية الإنجليز لا يرغبون في الإعلان عنها وكما يعلم أن الأحتاس أثبت أنه سياسة العزل لا تجوز في أي مكان من العالم لا يمكن أن تأتي بريطانيا تقول والله أنا أعزو المحافظين لا علاقة معهم وخاطعهم لا يجوز يعني حماس رضينا أو لم نرضى معها أو ضدها لا قيان معين داخل الشعب الفلسطيني في الشتات وفي الداخل لا يمكن يعني يقام أي سلام أو أي اتفاق أو أي حوار بجزء من الشعب الفلسطيني ثانيا المشكلة الكبرى هي في عملية الكلام عن الديمقراطية إذا كان يعني هناك في مشكلة مع حماس لتجرى الانتخابات في موعدها المحدد وليفز يعني ننتظر النتائج ويكون ثالثا في شيء معين يمكن انتبهته وهو أنه السيد خالد مشعل رئيس مكتب السياسي لحماس من شهر تقريبا أعلن شيء غريب أنه لم يتداولوا الإعلام كثيرا وهو القبول في عملية الحل في حدود 48 67 67 عفوا 67 الدولة الفلسطينية في حدود 67 وهذا خطوة إيجابية أخذتها حماس طبعا المطلوب من حماس أن لا تعطي ذرائع لهجوم أو عدوان آخر وأيضا مطلوب من فتح أن تتواضع قليلا وتحاول أن تصل إلى الموجود بالغرب الكلمة السرية الكمبرمايز أو الحل الوسط دائما في الوحدة الاتحال الأوروبي اختلفوا على حتى جبنا وعلى كل شيء اختلفوا لهم وصلوا إلى حل هو حل وسط حتى الدستور إلى الآن هناك مشاكل حوله لكن بالنهاية يتفقوا على أمور معينة المهم أن ينظر الجميع إلى مشكلة كبيرة جدا أولا ناحية سياسية ضياع القضية الفلسطينية ضياع فلسطين القدس وهي أساس كل شيء لا يمكن أن نتخلى عنها وأيضا إلى المأساة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني خاصة بغزة اذهب إلى غزة وانظر إلى حال الناس بعد العدوان والحصار هناك بدون مساكن بدون مأوى تحت الشمس الشمس الصيف الحارقة بكرة جاي الشتاء وجاي البرد الناس لم يتعاكل فيه أكبر نسبة بطالة موجودة هذا نحارب العدو ليس في السلاح فقط نحاربه في الاقتصاد نحاربه في التعليم نحاربه في العلم نحاربه في عملية إيجاد فرص عمل النضال والجهاد وكل هالأمور ليس فقط نعرف الجهاد الأكبر والجهاد حتى في الإسلام فيه جهاد في اليد وفي اللسان وفيه جهاد في السلاح وفيه جهاد لذلك هذا التجاهل لمعاناة الشعب الفلسطيني أيضا يجب أن ننظر له نعم في ملف آخر دكتور عزامه ملف اليمن الجنوب اليمني لا يريد أن يهدى حتى الآن توترت الأحداث بشكل كبير سقط عشرات الضحايا والقتل في هذا الأسبوع وما قبله آخر الأنباء تتحدث على أن أحزاب اللقاء المشترك يبدو أوقفت الحوار مع الحزب الحاكم وقالت بأنه أي دعوة للحوار الآن لابد أن يشترك فيها الحثيون وأبناء الجنوب وأيضا الحراك الجنوبي هل بدأنا نشهد إن صح التعبير تضييق لهو شيئا فشيئا على النظام الحاكم في اليمن هو يبدو أن هناك فشل لدى النظام الحاكم والحزب الحاكم في إدراك حجم المعضلة التي تواجهها اليمن يعني اليمن الآن على مفترق طرق في غاية الخطورة يعني في تصوري أن انفصال الجنوب أو عودة الجنوب إلى أن يكون منفصلا كما كان من قبل هي شيء أيشك أن يتحقق الناس لا يفكرون بالانفصال ولا يفكرون بالتمرد ولا يفكرون بالثورة إلا إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدفع إلى ذلك عندما حصلت الوحدة كانت للناس آمال وطموحات وأحلام كم تحقق من هذه الأحلام؟ معظمها لم يتحقق ظل الجنوب معزولا متخلفا مهملا بشكل عام اليمن كله يعاني لأنه لا توجد سياسة من شأنها أن تحسن من أوضاع الناس في هذا البلد أنا أعتقد بأن القوى الحراكة المختلفة في الجنوب وفي الشمال بحاجة فعلا إلى أن تستمر في جهدها للضغط على هذا الحزب الحاكم إما أن يغير طرقه وتعامله مع الأمور وإما أن يعترف للناس أنا فشلت فليأتي من يتمكن من إصلاح الوضع أما أن ينفصل الجنوب فهذه مأساة يبدو أن المشكلة كما قلت يا دكتور عزام كرة التلج أستاذ عرفان تدحرجت على نحو خطير الآن لم يعود الحديث فقط على أن هناك جنوب ويجب أن يأخذ حقوقهم لأن النظام الآن يعترف بالتقصير ويقر بأن هناك حقوق هضمت من منطقة الآن أصبح الحديث على انفصال ويبدو أن الانفصاليون لن يقبلوا على الأقل بأقل من حكم ذاتي أو استقلال ذاتي يبدو هكذا تبدو صورة مطالبهم رأيتم كيف أنه علي سالم البيض خرج هذا أسبوع وقال ودعا إلى أنه اعتبار الجنوب منطقة منكوبة وإلى تدخل أمم المتحدة ومجلس الآمن كيف تنظر إلى هذا الملف يا سيدي أيضا نعود إلى الماضي قليلا باختصار أولا الجنوب جنوب والشمال شمال رغم أنه فيه أشياء مشتركة يعني الإسلام والعرب واليمنيين لأنه كان في الجنوب كان له وضع استعماري معين غير موجود في الإيمان كان فيه نوع من انفتاح وكان فيه نوع بعضا كان فيه أحزاب القومين العرب طبعا مسيطرين على الحكم وكان فيه نوع من المانيين الذين يحكمون تانيا كانت مزدهرة خاصة عدن كانت جوهرة المنطقة أيضا عندما قامت الوحدة بكل أسف قامت على أسس باطلة كما جرى في الوحدة بين مصر و سوريا يعني بنيت على باطل بنيت لا بالتدريج ولا بعملية وحدة الشعوب وحدة القلوب لا وحدة اتفقوا زعماء وعملوا وحدة لم تبنى على ولم تأخذ حساسيات الجنوب التي ذكرها فيه قبائل فيه عشائر وزاد عليهم اليوم عملية القاعدة وعملية نوع من الحراك الإسلامي أو الفضلي أو الموجود الذي هو منسوب إلى القاعدة ولا أدري حقيقة إذا منسوب أو لا لكن هذه الأمور لأنه تعرف كانوا علمانيين اليوم لما يقتلح حركة إسلامية في الجنوب شيء خطيء يعني شيء مختلف وأيضا ننسى أنه يصار في عملية حرب دامية لها أثارة وزيولة حتى اليوم في عام 1994 أعتقد حرب بين الشمال والجنوب ورح فيها ضحايا كثر ودخلت فيها دول إقليمية ودول أجنبية هنا أيضا أدخل كما ذكر في نيجيريا وغير نيجيريا العامل الأجنبي هناك في عامل يد أجنبية تلعب باليمن من هي هذه اليد؟ الأياد هو أياد إقليمية هل هو لك بالضبط وهو سؤال اليمن تلوى حتى الأياد إقليمية في المنطقة؟ تعرف موقع اليمن استراتيجي موقع عدن استراتيجي هذا يجب أن ننظر له في الجغرافية السياسية أيضا يجب أن ننظر أنه هذا الموقع حساس وموقع قرب السعودية وقرب آبان النفط هناك عوامل كثيرة تدخل في هذه الأمور لكن الوحدة قامت خطأا يا سيدي قبل الحرب قامت خطأا أيضا ولكن تركت ديول لم تعالج ديول وحساسيات الجنوب بقي بطالة مشاكل سيطرة الشمال على الجنوب إلى درجة أن الجنوبي صار يشعر أنه كأنه درجة مش تانية عاشرة وأيضا اليمن الشمالي أيضا فيه مشاكل كثيرة وتدخل قضايا الفساد وغير الفساد طيب سيد عرفان ما هو التصور للحل المخرج ماذا على علي عبد الله صالح أن يفعل الآن حتى ينقض البلاد أنا برأيي أنه الوضع في اليمن وصل إلى مرحلة يعني بدها عملية جراحية ربما الكي أو ربما العقل ربما خلينا نستخدم كلمة العقل لأن نتفق على أنه اليوم لحنا المريض في حالة حرجة في العناية الفائقة يجب أن نقوم بعملية طبعا أيضا للعالم إعادة كسب سقة الجنوبيين والشماليين إعلان نوع من الاتفاق على بند مثل المركزية مثلا يريد تطبق بكل عالم عربي للمركزية الاقتصادية والبلدية وكل شيء يكون كما ذكر الدكتور مثل الولايات المتحدة في كل قسم يكون له خصوصياته وهو يحكم بالنحية لكن السياسة الخارجية والدفاع والأمن وكل شيء في يد الحكومة المركزية وهذا شيء ليس معيبا لكن إذا دائما نعمل مثل اللي نظف ونخبل وصف تحت السجال دائما أنا كنت عصرت حرب اليمن الأخيرة من أكثر 15 سنة في يوم بيوم وكتشفت أمور كثيرة في حساسيات موجودة في جنوب وفي القبائل وفي تاريخ رهيب الاستعمار لم يستطع أن يبقى في اليمن المصر هزمت في اليمن دول كثيرة لا يستطيع اليمن وأفغانستان صعبين جدا لذلك أنه لابد من عقل لابد من أنه ينتهي التفرد بالحكم يجب أن تكون مشاركة في الحكم يجب أن يكون هناك نوع من الديمقراطية العربية الإسلامية الموجودة تطبق في اليمن بشكل أنه يشارك الجميع في القرار لا يكون هناك مضطهات يستدعى كل الزعماء اللي في الخارج ويحضروا ليكون مجلس شورى أو مجلس استشاري للرئاسة وأن يشاركوا في الحكم كان في مجلس رئاسة في الحكم تذكر كان في مجلس رئاسة في الحكم طبعا هذا يعني أنك تريد أن تقلص من صلاحيات الرئيس الحالي أو تريد أن تقول له بل أنا أذهب إلى أبعد من ذلك الذي لم تتصلح الأوضاع على يديه خلال ثلاثين عاما لا يمكن أن تتصلح بعد ذلك يعني لابد أن يكون لدينا من الشجاعة الاعتراف وتحمل المسؤولية يعني لماذا الغرب يظل صامدا وصالحا لأن الذي يخطئ يعترف ويتنازل ويتنحى ويذهب ويأتي غيره لا يمكن أن تصلح أوضاع اليمن ولا أوضاع العالم العربي إذا ظل بنفس العقلية ويقول المرة القادمة سأصلح لن تتصلح بقي الدقيقة سأقسمها على ملف كردستان فسأطلب منك أستاذ عرفان انتخابات شهدتها كردستان طبعا المفاجئ في هذه الانتخابات هو ما سمي بسعود تيار ثالث يعني من بين تقسيم الموجود دائما بين طالباني وبرزاني يبدو بدأ يضمحل وحديث على أن هناك فساد أصلا المنشق عن حركة طالباني هو الذي يبدو أخذ ويتحدثون عن برلمان ستصل فيه نسبة المعارضة يبدو إلى 40% هذه المرة أي حكومة قوية ومقابلها معارضة قوية كيف قرأت هذا؟ أيضا كلنا في الهم شرق وكرد وعرب هناك فيه فساد هناك فيه مشاكل فيه فشل بعد سنوات طويلة من حكم الذاتي من خلال بعد 17 عاما تقريبا السيد مسعود البرزاني والسيد جلال الطلباني فيه بصراحة فيه فشل فيه عملية رغم أنه فيه تنمية فيه نموف بالنسبة لكردستان أكتر من مدن العراق لكن أنا برأيي هذا كله شكليات الوضع فيه كردستان وضع متفجر فيه عندهم ثلاث مشاكل مشكلة مع الحكومة المركزية وهي مشكلة عويصة رغم أنه المالكي ربما يزور لحل مشكلة مع العرب الموجودين في المناطق التي الأكراد يريدون ضمها إلى كردستان وهي مناطق عربية وهناك مشكلة مع تركيا يعني في أي نوع من الانفصال طبعا لا تنسى كاركوك أيضا نعم كاركوك طبعا يريدون ضم كاركوك وتركيا تقول إذا ضموا كاركوك سأحتل كاركوك وتريد هي كاركوك وتريد الموصل تركيا يعني هنا المشكلة عويصة جدا هذه الشكليات من فاز ومن نجح أنا برأيي أن المشكلة أعمق من ذلك دكتور عزام في نصف دقيقة يعني هو فوز منشقين عن طالباني أنا أعتبره مؤشر إيجابي لأن العملية الديمقراطية تغربل إذا سمح للعملية الديمقراطية أن تستمر فالأمور ستتحسن أكثر لأن الحكم القبلي الطائفي لا يمكن أن يأتي بخير اختيار الشعب الحر بناء على من يحسن واستبعاد من يسيء هو الأفضل شكرا لكم دكتور عزام تميمي رئيس محد الفكر السياسي الإسلامي وعرفاني دين الكاتب والصحفي شكرا جزيلا لكم كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة نلقاكم بإذن الله لأسبوع المقبل السلام عليكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة